السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولات عندي الملف دوت اللي عذاب بتاعته مظبوطة سواء اللي يرات سواء اللي عذاب بتاعت الكتابة سواء اللي عذاب بتاعت الديمنشن سواء اليونيت كل دوت فعشان كده هاجي هنا وقول له file save as. وروح نسيفه وعلاقي ان هو بطوكات drawing standard. هاجي هنا في documentation. وقول له save. دولات في اي وقت عندي ملف هو dws standard. طيب عايز اكد ان الملف اللي انا شغال عليه ملف تاني خالص مطابق للمواصفات. تمام? فيروح انا جاي للمانج وقول له configuration. وقول له انا عايز اضيف حاجة standard file. وابدأ اختار ملف. يكون امتداد dws. تمام? يبقى انا عندي dwg ده اختار drone ده الملف اللي بنرسم عليه و بنشغل عليه عادي. في dxf ده اللي هو انا ببدل بين الاتقاد واي برنامج اخر بستخدم dxf. في dwt ده تمبريت ده بحول اضبط الاعداد بتاعته بحيس ابدأ شغله على نظافه. في dws ده standard ده اللي انا بتاكد ان شغله بتاعي سليم من خلاله. بقى في الاعدادات مزبوطة. وهي ملف تاني بعمل مقارنة وشوف الملف هوت. هقول له check standard دي الحاجات الاعدادة بتاعتي. هو بقى بيبدأ اشوفها. فبيقول لي خلي بالك ان ال dimension style مختلف. تمام? ممكن اقول لكيست وشوف اللي بعد كده. او لو في مشكلة اقول له حل المشكلة دي. تمام? يعني الليرات مثلا في layer zero مثلا مختلف. اللير زيره مثلا موجودة هنا لانه اخضر فاقول له طب حل عليه. خد نفس الاعدادات العادية. هنا مجموعة اليارات جديدة. تمام? يبدأ يقول لي فين المشاكل وايه اللي ينفع يتحلق وايه اللي ما ينفعش تحل. ما اكسب. تمام? عممكن اقول له مثلا نحليه المشكلة دي. تمام? بحيس ان هو يبدأ يزبط الاعدادات اللي موجودة في الملف بتاعي.